واحد واحد اول واحد عندي محمد مجدي محمد عبدالله الضلعي قاله ده اهو ده اختفى و اهله مش عارفين عنه حاجة ابوه بدأ يصدر صيحات وصراخات انه هو مختفي ده كان في 19 ابريل 2015 19 ابريل 2015 ده ولد في كلية الهندسة في سنة اولى من محافظة كفر الشيخ يمكن انه فيه شمال سيناء اه في شمال سيناء في بئر العبد وابو اهل اختفى والشرطة خطفته واختفى قصريا وبدأ صفحة الحرية والعدالة والاخوان المسلمين ومن على شكلاتهم وقناة الجزيرة والاختفاء القصري والتغريدات بدأت تشتغل فجأة فجأة في 19 اغسطس 2017 يتم اكتشاف حقيقة محمد مجد الضلي طبعا محمد مجد الضلي قالوا اختفى الشرطة خدته وفجأة بيتم افتضاح الامر عن طريق داعش وقالوا الشرطة موتته الشرطة صفته بعد ما خطفوه صفوه انا بقول السبع حالات الموجودين انا بطرق للمشاهد ان يبحث فجأة بتظهر هذه الصورة ابو مصعب المصري الان اللي محمد مجد الضلي سابقا هو اللي انت شايفينه في الصورة اللي كان موجود في الصورة من شوية اهو قاد الصورة هو ده قبل ما يتحول من دين ابائه الى دين داعش الى دين الاخوان هو ده الولد المهندس اللي في كلية الهندسة سنة اولى اللي ابوه قال انه اختفى وقتلته الشرطة بدماء باردة وفي النهاية يصدر تنظيم داعش بيان بيؤكد فيه انه انه من رجال تنظيم ونجح نجاحات باهرة في القيام بعمليات استشهادية او عمليات للعدو اللي هو الدولة المصرية ده اول واحد محمد مجد الضلي ورحنا شفنا الصورة بتاعته قبل وبعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر